ميجا جول 1 استخدام الأفعال المساعدة بصيغة مست وصيغة شد استخدام حروف الجر للمكان استخدام الأوامر في الاتجاهات أفعال المساعدة المشروطة استخدام صيغة مست وشد تقريبا صيغة مست وشد متشابهان في المعنى ولكن مست أقوى من شد نستخدم صيغة مست للحديث عن القوانين والقواعد نستخدم صيغة شد لتقديم النصيحة يجب أن تتوقف إلى إشارة المرور أو عند إشارة المرور يجب أن تقود السيارة تحت السرعة القانونية يجب أن لا تتوقف في الطريق وهنا استخدم صيغة نت للنفي يجب أن لا تتناول الطعام عند القيادة أيضا هنا استخدم صيغة نت للنفي نوت ملاحظة صيغة مست أقوى من صيغة شد كما أن صيغة مست أكثر رسمية من صيغة شد ظروف الحال يصاغ ظرف الحال بإضافة الواي إلى الصفة وتصف الأشياء التي انتهت كما نرى في المثال الصفة تتحول إلى حال بإضافة الواي كويك الصفة تتحول إلى حال بإضافة الواي نرى في الأمثلة كيف يقود السيارة يقود ببطء كيف تمشي تسير بسرعة عالية أضافة إلى الصفة الواي وتحولت من صفة إلى حال الصفات التي تنتهي بحرف الال ضاعف حرف الال في الأخير إذا أردنا تحولها إلى حال بإضافة الواي كما نرى في المثال تتحول إلى كيرفولي نوت ملاحظة أحيانا الصفة والحال لهما نفس الشكل مثل الصفة فاس تعني كصفة سريع وهي نفسها كحال وتعني بسرعة كما نرى في المثال أيضا يوجد كلمة أخرى هي صفة وحال أيضا في نفس الوقت وتعني قاصم أو صارم وفي الحال تعني باجتهاد أو بعزم كما نرى في المثال هناك بعض الصفات لا تضف لها الواي أو تعتبر صفات شاذة مثلا صفة good أو صيغة أو كلمة good لا نضيف لها الواي وإنما تتغير إلى will كما نرى في المثال إنه لاعب جيد يلعب بشكل جيد تحولت good إلى will لم نضيف الواي إلى الصفة وكما نرى في المثال أكمل المحادثة واستخدام الكلمات من عندك الآن نرى الوايئة بي أكمل الفراغات باستخدام الصفات الموجودة بين القوسين ثم تدرب بعد ذلك على المحادثة أنت وزميلك حسنا نرى الوايئة حروف الجر للمكان الحديقة بجانب أو مقابل المدرسة the bank is between the post office and the restaurant يقع المصرف بين مكتب البريد والمطعم the pharmacy is next to the book store الصيدلية تقع بعد المكتبة the bus stop is on the corner موقف البس يقع على الزاوية the museum is near the hotel يقع المتحف بالقرب من الفندق the airport is far from town المطار بعيد جدا عن المدينة note ملاحبة to describe where we will live we can use the following propositions لوصف المكان الذي نعيش فيه نستخدم حروف الجر التالية I live in Jeddah واستخدم هنا صيغة in I live on the third flower building واستخدم صيغة on I live on first avenue street واستخدم هنا أيضا صيغة on وهذه عزيز الطالب الصيغة والكلمات والحروف الجر تستخدم لوصف المكان imperatives for directions استخدم لوامر في الاتجاهات take a lift turn lift خذ اليسار انعطف يسارا take a right turn right خذ اليمين انعطف الى اليمين go straight اتجه الى الامام see complete the conversations with the correct propositions and imperatives take a look at the next step اكمل المحادثة التالية باستخدام حرف الجر الصحيح والاوامر للاتجاهات now we see the answer okay there is this section at workbook which relate for our lesson for today would you please do it first then check the correct answer on page number 55 and 56 six هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع ونشر القناة ليستفيد الجميع اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجميع اشتركوا في القناة وضع اشتركوا في القناة وضعします